في المملكة العربية السعودية الشقيقة مصابنا هو مصابهم هبوا لمواساتنا أجمعوا كما يفعلون دائما على أن الكويت خط أحمر شددوا على أنهم يدا واحدة ضد إرهاب عابر للحدود والقرات أدانت المملكة العربية السعودية في موقف رسمي وشعبي كبير الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دولة الكويت واستهدف مسجد الإمام الصادق حيث عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اتصال هاتفي مع أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه عن استنكاره لحادث التفجير معربا عن عزائه لحكومة وشعب دولة الكويت وأسر الشهداء في هذا المصاب كما أدان الشارع السعودي هذا التفجير الآثم مؤكدا وقوفه إلى جانب الأشقاء في دولة الكويت حقيقة احنا والكويت يعني جيران وشيء هذا ما يرضي أحد والإرهاب عموما لا دينة له لا في الإسلام ولا الأديانة الأخرى نحن نستنكر الشيء هذا ونتمنى لهم ونتمنى للكويت دول خليج والعرب والمسلمين السلامة والأمن والأمان كما أكد الشارع السعودي أن هذا التفجير الإرهابي الآثم يأتي لمحاولات العبث وضرب الوحدة الوطنية واستقرار دول مجلس التعاون والله العمل اللي حصل في دولة الكويت كنا حصل لنا صراحة يعني الكويت إخواننا وعزانا وشقانا فاللي حصل لهم يعتبر حصل لنا فهذا الشيء ما ينبغي وحن بذن الله أسرة واحدة حن متكاتفين مع بعض بذن الله ولا حد يقدر يفرقنا عن بعض طبعا العمل اللي حصل في السعودية وحصل في الكويت عمل مقصود فيه تفكيك المسلمين وعمل الشوشرة في بلدانهم لأنها ولله الحمد تعتبر بلاد ولله الحمد آمنة مستقرة وبعيدة عن القلاقل والمشاكل وأعداء المسلمين لا يريدون لهذه البلاد الاستقرار والراحة ترجمة نانسي قنقر